مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي قبل الفيطان وكين بعد الفيطان الناس اللي يعتني كي هدروا على الماء وش نعطيهم الماء فوقاش نعطيهم الماء فوقاش نخرجهم مية تلو كوش انشاء الله لي نجاوب عني فهذا الحكم إذن قاع الصغار دي الأرانيب يعني حادي في الولادة أول مرة غدي توليب لكم شي أرنابة من ينشوفوا الأرنابة والدات ما تحاديوش في الصغار ديالها أولا ما تقربوا لهم مش خليهم القادية دياله وش غدي يأكلوا وما يأكلوش ذك شي في اللي ولك تكل الحليب ديال الأم هدي معروفة تهل الله في الأم يعطيوها شي إما النخالة مخلطة مع الماء دافئ في الصباح يعطيوها مع القادية للعسل يعطيوها يعني فيتامينات الناس ما عندهم مش إمكانية مش يديروا فيتامينات يديروا غيء النخالة مرشوشة مع الماء الساخن الصباح الباكير والعسل هذا الشي بالنسبة للصغار يعني الله تولدهم رأى الأم هي اللي كتكون مهتمة بهم ما تحاديو فيهم ما تعطيهم تشي حاجة يعني الأم هي قادرة بش يعني تتوكلهم فوقاش الأسبوعين أولين يعني كيبقوا في البيت الولادة كما كتشوفوا أنتم مراكينين بويوت الولادة اللي فيهم الألانب يعني باقين ما خرجوش ولكن المشكلة فين كيكون أن الأنثى كتكون حاملة وهي كتردى تمو كتولي كتولي يعني ماشي يعني هدون فرق ما بين الأنثى اللي خليتها عطيتها واحد الفرصة يعني باش تردع الصغار ديالها تتفطمهم والأنثى اللي الناس اللي كيدلوا دورة يعني مباشرة غيكة تولد الأنثى كيعطيعوها للدكارع أو تاني كيزوجوها مع الدكارع أو تاني السمو كيوقع كيوقع أنها ما كتقش تهتم الصغار ديالها بالشكل كافي لأنها عندها أجينا خرين في الكرش صغار خرين عندها في البطن ديالها السمو غادي تولي ما كتردعهم مثلا نقوله كتردع في الآية ثلاثة مرات كيلي كتردع ثلاثة مرات وكيلي كتردع جوجو مرات في اليوم السمو كيوقع لها كيوقع لها أنها كتردع مرة واحدة من كتردعهم مرة واحدة هم كي إلى المربي يطلع عليهم كتردع كي يلقى بي البطن دياله يعني ما فيهاش الحليب بزاف يعني من كي يطلع عليه كي يبلو مشوك شمو يمشوك وهو أن الزغف دياله يكون طالعي نقوله مشوك ماشي رع فيه البلب لا رع فيه الجوع أشنو نديرو حنا يا العمر ديال العشرين يوم كيف ما كتشوفو معايا أنا غد نوريكم إذا هادو في عمر ديالهم عشرين يوم أشنو قدرت لهم هادو كنقى الرميلهم يعني الأكل ديالهم بيت الولادة يعني هايا الأم هايا كتاكل من العلافة وكي لكي يكنوا معاها من العلاف غراهم مكينين ولكن نبقى الرميلهم هما الداخل باش نساعدهم يعني وخا كي يردعوا من أمهم نساعدهم شوية لوقيته اللي الرميلهم فيها الماكنة ماشي يعني الفصة أنا رميلهم دابر فصة يابسة ماشي الخضراء ممنوع الأخضر فالوقيته هادي يعني أنا مغالي تصاولكم بإسهالات إذا سمو الفكرة اللي بغيت نشرح هي أن منين الرميل ها هي الماكلة في العلافة ديالها هي العلافة مباشرة وما الرميلهم علهاش سمو السبب لأنه إلا مشيتي ترميتي لهم هما هي غا تقاد تحقر عليهم وتقاد تضربهم باش تاكل الماكلة أما إلا أعطيتهم في نص الوقت هي كتاكل هايا هي كتاكل هما وهما كي يأكلوا في نص الوقت ها أنت هما هما بسمو غادي ديره هما كي يأكلوا الأشياء الرقيقة وكيخليوا لها هي الأشياء الغلية ذاك العيدان وهادي ديال الفصة هما كي يأكلوا غير الحاجة الرقيقة اللذي بفمهم وهي كتدخل كتكمل هذا الشي حدب هاد هاد العيدان هادورة واحد نقوله واحد ربوا الساعة ما غدلقاش تحبه في التم هادلقاهش إنه هما كي يأكلوا وهي كتاكل بالنسبة الناس كيترحوا التساؤلات ديال عشانو نوع الأكل واش نعطيهم الخبز جاف واش نعطيهم السيكالي ما تعطيهمش الخبز جاف كارم وما تعطيهم السيكالي الخبز جاف وفوقاش من يكملوا شهر ويغي تدكديك ديالو وغي تفرسيط ديالو إنه تدقوه مزيان عاد تعطيهم كيميات قليلة لأنه يكون باقية وما تفطموش تمو كيقع إلنس اللي كيميشوا كيقع إلنسوا يطيهم بزاف ديال الخبز جاف يعني كارم كيوقع إنه كيلقاء الأرنك ديالو اتحجروا ومو يتحجروا كييولي الكرش ديالو قاسحة هاديك موضوع أخر هذا كيولي الأرنب خصك تتتعامل معاه باش يقدر يعيش لأنه كيولي صاف الكرش ديالو مكتقاش تقدر الدخل وخاك يبغيش رب الماء كرشول الآماء ديالو مكي مكي هضموش إن المسائرنات ديالو كيكونوا باقين عاد صغيورين بالنسبة للسمو تعطيهم عطيهم فصة يابسة فصة يابسة شحن موحد كيسووني عليها هرا هي لكي تعطيها للماشية منين تمشيوا للسوق وتشوفوا واحد الناس كيبيعوا واحد تبن 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 راه معروف من لابد ما تلقوا معها الفصة وتلقوا معها الخرطة لان هاد الأشياء هادو من لابد ما تلقوهم في السوق هادك الفصة فيها أنواع كي اللي العيدان ديالها طوال وكينا اللي العيدان ديالها قصار بالنسبة للألانب عموما كيبغيوا الفصة اللي العيدان ديالها قصار وتما كتضيعوش فيها لأنه مني كيكونوا طوال الأغلبية كيخليوا ذاك العيدان انتو مشرو هاد البائع قولوا أعطينا الفصة الرقيقة يعني الخاصة بالألانب غي غا تقولوا لها خاصة بالألانب برا غادي عرف غي قولوا هال البائع غادي يعطيكم اللي خاص بالألانب بالنسبة لما الماء ضروري أنه شحانو عدب الدولي اللي مانعطيوش الألانب بالماء هانتم كمك تشوفوه أنا راني أعطيهم الماء في العشرين يوم الأولى هو المسكين كي تشعفط ويدير ويقلب على الماء بالإضافة إلى الحالي ديال الأم والماء فوقش يبقى يشربوه مني كتكل شوية درش حرارة بدأت كسر سافع مني كيكون الجو بارد كتلاحظوا انكم كتقش شربوا الماء بزف وخواه ضروري للجسم وخواه تسكم تشربوا الماء ولكن في الجو الحار كتلاحظوا انكم هوليسيو كتشربوا بزف كسر من الحد المياه علاش لانا الجسم كيحتاج المياه هو كيعتك واحد يعني ناقوس خطر كيقولك انا بغيت بغيت الماء لان هذا هو الموضوع دينا ديال هاد النهار كنظن ان انا احضر لكم يعني ببساطة عسمو كيبغيو الانانيب الصغار يعني كيفاش تتعاملوا معا الانانيب الصغار كان شي تساؤلات مرحبا بكم في التعليقات طيبة ديالكم الناس لي ما زل ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غادي بدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيو على زر جام باش تساندونا قناة غادي بدعم ديالكم يعني تساندوني ما تنسونيش بجير زر جام تسكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة